موسيقى كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار زواجها من المنتج محمد الصبكي واكدت ان الارتباط تم بشكل رسمي بينهم وانها اقامت بعدها في منزله قبل ان تبدأ المشاكل بينهم وتقرر العودة الى مقر اقامتها في سويسرا وصرحت ياسمين انها تعرفت على المنتج محمد الصبكي وانه قد طلب منها الزواج امام عدد من الاشخاص بعضهم من اهل الصحافة في مصر وبعد المشاورات وافقت على طلبه وقالت تزوجنا بشهادة شهيدين وشيخ وعشت في بيته وكنت ارافقه في جولاته وصهراته وحتى في سفره وكنت زوجته امام الجميع وهناك مكالمات وتسجيلات وصور وتابعت ياسمين حدثها حدثت بيننا مشاكل احداهما بسبب الفنانة غادة عبدالغازي وامور اخرى تطورت بسرعة وحين طلبته بورقة الزواج رفض وعلمت بعد ذلك انه لا يوجد زواج وانني وقعت في فخ كبير وان الشهود مزورين وخرجت من بيته الى احد الفنادق قبل ان اعود الى سويسرا واستكملت ياسمين حدثها انا امنت به كسند وزوج لكنني استضمت بالخضع التي جعلتني اصدقها الزواج الرسمي وغيرها من الوعود التي تبخرت فجأة لذا كنت حريصة جدا على توصيق كل الدلائل التي طلقت ضوء على حقوقي والعملية التي كنت ضحيتها وقررت ان لا اسقط بعد الان عن ازمة دهمت حياتي بشكل عنيف وجعلتني اشعر بالحزن الشديد وحتى خلال ازمتي مع عصان كريكا تخلى عني وذهبت كل الوعود بلا رجعة ودي كانت لقطتنا عن الفنانة الجزائرية ياسمين نيار واتهمها للمنتج محمد السبكي بخدعة زواجها لو اول مرة بتشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بشكركم للمتابعة